أنا ما عرفش خبر زي كده ما أخدش حقه ليه في الإعلام والسوشال ميديا الحكاية عزيزي المتابع أن يوم الجمعة اللي فاتت وبالتحديد يوم 15 أغسطس 2025 تمت الموافقة رسميا على أهم علاج جديد لعلاج التهاب الكبد الدهني وده تاني علاج في التاريخ علما بأن العلاج الأول اللي اسمه ظاهر أمامكم كان قبليه بسنة تقريبا لكن ما يميز العلاج الجديد أنه علاج قديم وموجود بالفعل ومش بيعالج التهاب الكبد الدهني فقط ولكنه بيعالج أيضا مرض السكر النوع الثاني ومرض السمنة فأخيرا الحمد لله بقى فيه علاج بيحمي مرض التهاب الكبد الدهني من خطر الإصابة بسرطان الكبد ومن خطر الحاجة للجوء إلى ذراعة كبد جديد وعشان ما طولش على حضراتكم العلاج الجديد اسمه سيماجلوتايد اللي معروفته جاريا باسم إبر ويجوفي أيوة إبر ويجوفي اللي معروفة أنها بتستخدم لعلاج السمنة لكن في تركاية أو معلومة كتير من الأطباء ما يعرفهاش أو ما عندوش وقت يقولها للمريض هقولك عليها هتساعدك كتير في العلاج وتحسن من نتائجه بشكل ملحوظ بس تعالى الأول نفهم إيه هو الكبد الدهني معظمنا أصلا عندنا دهون على الكبد فما تقلقش ولكن لو الدهون دي بقت بتمثل أكتر من 5% من وزن الكبد فهنا بنقول على إن المريض أصبح عنده مرض الكبد الدهني وخلينا أصدمك وقولك إن حوالي 30% من سكان العالم عندهم كبد دهني 120 مليون أمريكي عندهم كبد دهني 35 مليون مصري عندهم كبد دهني 6 مليون سعودي عندهم كبد دهني أرقام مرعبة ولكن الحمد لله بقى فيه علاج ولكن عشان أكون أمين في طرح المعلومة العلاج الجديد والقديم مش بيعالج الكبد الدهني ولكنه بيعالج التهاب أو مضاعفات الكبد الدهني فمريض الكبد الدهني ملوش علاج حتى الآن وما بيكونش فيه خطورة أصلا عليه طالما مفيش مضاعفات بتحصل له وبنكتفي فقط في العلاج بتاعه إننا نعالج السبب المسبب لدهون الكبد ومن أشهر الأسباب السمنة مرض السكر النوع التاني ارتفاع الدهون السلاسية والكوليستيرول وطبعا بننصحه إن يقلل من تناول السكريات والدهون ويمارس الرياضة لكن بعض المرضى الموضوع بيتطور عندهم وبيحصل لهم التهاب الكبد الدهني ومضاعفاته زي مثلا إن يحصل لهم لقدر الله ندبات في الكبد وممكن لو معالجناش الالتهاب والندبات دي تتطور لقدر الله إلى تليف في الكبد أو سرطان في الكبد أو الاحتياج إلى زراعة كبد لكن بفضل الله العلاج الجديد وجوفي حيقلل الالتهابات دي ويقلل من حدوث مضاعفات الكبد الدهني الوجوفي متوفر بالفعل بخمس تركيزات تركيز ربع مليجرام ونص وواحد وواحد وسبعة من عشر واتنين واربعة من عشر مليجرام وجرعة اتنين واربعة من عشر مليجرام ديت هي الجرعة العلاجية للتهاب الكبد الدهني فالمريط بيبدأ بجرعة ربع مليجرام إبرة مرة واحدة فقط في الأسبوع لمدة أربع أسابيع ثم ينتقل لجرعة نص ميلي جرام إبرة أيضا مرة واحدة فقط في الأسبوع لمدة أربع أسابيع وهكذا إلى أن يصل إلى الجرعة العلاجية وهي جرعة اتنين واربعة من عشر ميلي جرام ودي الجرعة اللي حيستمر عليها وزي ما قلت اللي بيميز العلاج الجديد أنه بيعتبر تلات علاجات في علاج واحد فقط فهي مدة واحدة فقط ولكنها بتعالج تلات أمراض ألا وهم مرض السكر النوع الثاني ومرض السمنة ومرض التهاب الكبد الدهني لكن التركاية أو المعلومة اللي عايز أقول لك عليها لما الطبيب يكتب لك إبر ويجوفي خد معاها أي مكمل غذائي بيحتوي على مادة اسمها الكارنتين وكمان خد أي مكمل غذائي بيحتوي على فيتامين هاء ولكن بجرعة لا تزيد عن ربعمائة وحدة دولية فقط فالمكملات دي حتساعد كتير في تحسين النتائج فالإل كارنتين بنسميه ناقل الدهون وفيتامين هاء مضاد أكسادة مهم جدا لصحة الكبد كمان وانت بتاخد العلاج ابدأ بنظام غذائي منخفض القربوهايدرات فده أيضا هيحسن كتير من نتائج العلاج ولكن وجب التنويه أن إبر أوزيمبيك وهي الإبر الأشهر اللي بتحتوي على نفس المادة الفعالة اللي موجودة في إبر ويجوفي ولكنها ليست بديل لإبر الويجوفي نظرا لأن تركيزها أقل لأنها متوفرة فقط بتركيزات ربع ونص وواحد ميلي جرام وإحنا قلنا أن الجرع العلاجية هي 2.4 ميلي جرام كمان وجب التنويه أيضا أن إبر الويجوفي لازم تصرف بوصفة طبية تحت إشراف الطبيب وناخد بالنا أنها معروفة عنها أنها بتسبب مشاكل في المعدة من غثيان وإمساك وإسهال وخلافه لذلك يجب التدرج في الجرعات مثل ما ذكرت عشان نتجنب خطر الإصابة بشلل المعدة كمان أي حد عنده تاريخ مرضي بصرطان في الغدة الدرقية لا يجب عليه تناول هذه الإبر ولي طلب خاص للشركة المصنعة عارف إنكم صرفتم كتير على الدوة ده من أبحاث ودراسات وخلافه ولكن رجاءا رخصوا سعره شوية لأنه غالي على مرضى كتير شف الله جميع مرضانا ومرضاكم واكتبولي في التعليقات هل بتعينوا من الكبد الدهني أو تعرفوا حد بيعاني من الكبد الدهني فشاركوا الحلقة معاه لعله يستفيد وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتتابعوني على صفحة الفيسبوك حازمونير يحييكم دمتم بخير والسلام عليكم